أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لازلنا نواصل الحلقات معكم في مادة التوحيد وقد شرحنا في الحلقات السابقة دروسا كثيرة لذلك راعينا أن تكون هذه الحلقة حلقة مراجعة عامة على ما أسلفنا من شرح على عجالة أبنائي وبناتي هيا لنرى السؤال الأول في حلقة المراجعة هذه أجب عن الأسئلة التالية ما المقصود بالبعث البعث عبارة عن حياء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم إما بعد جمع أجزائهم وإما عن عدم محض فكرني الكلام ده كله كويس أي فناء محض وذلك استعدادا للحشر والحساب والجزاء وإما إلى الجنة وإما إلى النار هل البعث أبنائي وبناتي على هذا الحال أمر ممكن؟ نعم لأن البعث لا يلزم من فرض وقوعه محال فهو أمر ممكن وكل ممكن جائز الوقوع إذن البعث جائز وأيضا لأنه تعالى قادر على الإعادة بل إن الإعادة أهوا في نظر العقلاء طيب عايز شوية أدلة على البعث ما الأدلة على البعث؟ عندي أدلة من الكتاب والسنة وإجمع الأمة قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم بل وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا هنا أنا على ما سبق فإن البعثاء سيقع فعلا قال تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وقال أيضا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم هل الإعادة عن عدم محر أو الإعادة عبارة عن جمع الأجزاء المتفرقة اختلف المتكلمون في هذه المسألة على رأيي الرأي الأول ويرى أن الناس عندما يموتون تعدم أجسادهم وتفنى ولا يبقى شيء منها ولا يكون هناك أي أثر للجسم وهذا هو العدم المحر ويستدل أصحاب هذا الرأي ببعض الآيات القرآنية كقول الله تعالى كل من عليها فان وأيضا كل شيء هالك إلا وجه والفناء في الآية الأولى والهلاك في الآية الثانية بمعنى العدم أما الرأي الثاني أبنائي وبناتي ويرى أن الناس عندما يموتون تتفرق أجسامهم وتتحول هذه الأجسام إلى أجزاء مفرقة وتخرج هذه الأجزاء وتتحول من مادة إلى مادة أخرى وذلك مع الاحتفاظ بالمادة الأصلية التي يتكون منها الجسم اللي هي عجب الذنب ويستدل أصحاب هذا الرأي ببعض الآيات القرآنية أيضا قول الله تعالى لسيدنا إبراهيم عندما سأله عن كيفية إحياء الموتى قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزئا ثم جعل على كل جبل منهن جزئا ثم دعوهن يأتينك سعيا ومنه أيضا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه وعلى أي الرأيين لا بد للمكلف أن يعتقد بالمعاد ولا يلزم أن يعتقد بأحد الرأيين وأن يعتقد بأن المعاد هو للجسم الأول بعينه وليس مسيلا له وإلا لا لذما أن يكون الجسم المنعم أو المعذب ليس هو الجسم الذي أطاع وعصى والإعادة تشمل الأجزاء الأصلية من الجسم كاليد والقدم أما الأشياء التي تزول كالشعر والأظافر فلا تعود ما حكم إعادة الأعراض أما الأعراض فقد اختلف فيها فقيل تعود وعلى هذا فيتشمل الأعراض اللازمة فقط كالطول والعرض واللون بخلاف الأعراض غير اللازمة مثل الأصوات وقيل الإعادة لا تشمل الأعراض لأنه يلزم عليها اجتماع المتنافيات كالطول والقصر والكبر والصغر ورد عليهم بأن إعادة العرض ليست دفعة واحدة بل على التدريج كما كانت في الدنيا لكن يمر عليه جميع الأعراض كلمح البصر والتفويض في مثل هذه الأمور أفضل وكذا الأمر في إعادة الزمان وقد ورد أن الأرض لا تأكل أجسام الأنبياء ولا تبلي أبدانهم وكذلك بعض الصالحين والشهداء والعلماء لا تبلى أبدانهم فإعادتهم لا تكون عن تفريق محر سؤال آخر أبناء وبناتي عرف الحشر وأين يكون الموقف هو سوق الناس جميعا إلى الموقف الذي يحاسبون فيه بعد بعثهم من قبورهم ومكان الموقف هو الأرض المبدلة كما يقول سبحانه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وعلى أغلب أراء العلماء أن أرض المحشر بفلسطين ما أنواع الحشر أنواع الحشر أربعة اثنان منهم في الدنيا واثنان في الآخرة الحشر الأول في الدنيا وهو إخراج اليهود من جزيرة العرب وهو الذي ورد في قول الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر أما الحشر الثاني وهو في الدنيا أيضا عبارة عن النار التي تخرج من عدن باليمن قرب قيام الساعة ووظيفتها أنها تسوق الكفار إلى أرض المحشر تكون معهم على جميع أحوالهم تبيت حيث يبيتون وتقيل حيث يقيلون الحشر الثالث في الآخرة وهو حشر الناس إلى الموقف والحشر الرابع في الآخرة صرف الناس من الموقف إما إلى الجنة وإما إلى النار لمن يكون الحشر ذهب المحققون إلى أن كل ما يحتاج إلى الفصل يحشر كل ما يحتاج إلى الفصل يحشر ولا يختص إلا ولا يختص الأمر بمن يحتاج إلى الجزاء وعلى ذلك يحشر الإنس والجن والملائكة والحيوانات ويأيد هذا الرأي قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي للشاة الجمائي من الشاة القرناء إذن ما الحكمة من حشر البهائم إظهار كمال عدل الله سبحانه وتعالى وذهب البعض إلى أنه لا يحشر إلا من يجاز فيكون الحشر مقصورا على الثقلين الإنس والجن ما مراتب الناس في الحشر ومراتب الناس في الحشر متفاوتة منهم الراكب منهم الزاحف على رجلي ومنهم الماشي على بطنه كل على حسب حال أعماله وقت حياته في الدنيا من أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عرف الحساب الحساب لغة العد واصطلاحا توقيف الله الناس على أعمالهم خيرا كانت أو شر قولا كانت أو فعلا بعد أخذ كتبهم ويمكن أن يقال هو إطلاع الله العباد على أعمالهم خيرا كانت أو شر قولا كانت أو فعلا أو اعتقادا طيب السؤال الآن لمن يكون الحساب يكون الحساب لجميع المكلفين من إنس وجان مؤمنين وكافرين إلا من وردت السنة بدخولهم الجنة من غير حساب تكريما له جاء في الحديث يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا ليس عليهم حساب فقيل له صلى الله عليه وسلم هل استزدت ربك فقال استزدت فزادني مع كل واحد من السبعين ألفا سبعين ألفا فقيل هل استزدت ربك فقال استزدته فزادني ثلاث حثيات بيده الكريم تكلم عن أحوال الناس في الحساب إذا كان من المؤمنين أبناء وبناتي من يدخل الجنة بغير حساب فهناك أيضا من يدخل النار من الكافرين بغير حساب لشدة الغضب عليهم ولعظم جرمهم فالناس تجاه الحساب ثلاثة أقسام طائفة تدخل الجنة بغير حساب وطائفة تدخل النار بغير حساب وطائفة توقف للحساب وبهذا نجمع بين النصوص الواردة في هذا الشأ كيف يوقف الله سبحانه وتعالى الناس على أعمالهم أو كيف يحاسبهم قيل يكلمهم الله سبحانه وتعالى في شأن أعمالهم وما لهم من ثواب وما عليهم من عقاب وهذا ما تشهد له الأحاديث الصحيح فالكافر ينكر الكفر فيأمر الله جوارحه أن تشهد يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون بل ويشهد أيضا السمع والأبصار والجلود ولا يشغله سبحانه محاسبة أحد بل يحاسب الجميع معا حتى يظن كل فرد أنه هو المحاسب وحده بيّن كيفية الحساب من الحساب اليسير والعسير منه السر والجهر وقد يكون بالعدل أو بالفضل وذلك على حسب الأعمال ما الحكمة من الحساب إظهار تفاوت المراتب في الكمال وفضائح أهل النقص وفي ذلك ترغيب للناس في الحسنات وزجر لهم عن السيئات ما حكم من أنكر الحساب كما قلنا الحساب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع فمنكره كافر ما تعريف اليوم الآخر اليوم الآخر ويوم القيامة وأوله من وقت الحشر إلى ما لا يتناهى على الصحيح وقيل إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وما سبب تسميته باليوم الآخر لأنه متصل بآخر أيام الدنيا وإن كان ليس منه وما مسميات اليوم الآخر يسمى هذا اليوم بالقيامة وذلك لقيام الناس فيه من قبورهم وقيام حجتهم عليهم وله أسماء أخرى كثيرة أشهر هذه الأسماء اليوم الآخر والقيامة والقارعة والحاقة ما المراد بهول الموقف وما ينال الناس فيه من الشدائد لطول الوقوف قيل إنه كألف سنة مما تعدون قال تعالى في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون وقال أيضا في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ولا يوجد تنافي بين الآيتين لأن المقصود طول المدة والعدد لا مفهوم له أو أن اليوم يختلف باختلاف أحوال الناس فيراه الكافر كأنه خمسين ألف سنة ويرى الفساق أنه كألف سنة ويرى غيرهم أنه فترة يسيرة لدرجة أن المؤمناء يرى أنه أخف من صلاة مكتوبة كما ورد في أحاديث كثيرة ما حكم الإيمان باليوم الآخر؟ الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان فلا يقبل الإيمان بدونه وعلى ذلك فمنكره كافر أذكر بعض علامات يوم القيامة هناك علامات صغرى وعلامات كبرى العلامات الصغرى مبعث خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم حيث قال بعثت أنا والساعة كهاتين وضم بين السبابة والوسطى ومنها ظهور المعاصي وانتشارها وتطاول الحفات العرى في البنيان كما جاء في حديث جبريل حينما سأل عن الساعة فقال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكني أخبرك عن أشراطها إلى آخر الحديث أما عن العلامات الكبرى أبنائي وبناتي منها علامات كبرى قريبة منها ما أخرجه مسلم عن حذيفة قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك النار التي تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم عرف الشفاعة الشفاعة لغة الوسيلة والطلب واصطلاحا هي سؤال الخير من الغير وقد تنسب الشفاعة إلى الله سبحانه كما ورد في قوله قل لله الشفاعة جميعا ما أدلة الشفاعة جاء في القرآن في مواضع مختلفة قول الله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله على لسان الكفار فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أما عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هناك شفاعة قد تنسب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وتختص به وهي الشفاعة العظمى وقد تكون الشفاعة له ولغيره من الأنبياء والصالحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعاها لأمته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وذكر صلى الله عليه وسلم أنه أعطي خمسا لم يعطهن أحد قبله ومنها الشفاعة والشافع هو طالب الخير من الغير للغير والمشفع هو مقبول الشفاعة وأول من يشفع يوم القيامة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد روى الشيخاني أنه أول شافع وأول مشفع وقد اختص صلى الله عليه وسلم بأمور ثلاثة فهو أنه أول شافع وأول مشفع وشفاعته أول شفاعة مقبولة وبذلك يفتح باب الشفاعة لغيره من الأنبياء والصالحين وهذا هو المقام المحمود كما ورد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أو هو أول المقام المحمود وآخره استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار أما عن أنواع الشفاعة شفاعة العظمى شفاعته عليه السلام في إدخال فريق الجنة بغير حساب وشفاعته في رفع درجات بعض المؤمنين وقد يشفع لغيره عليه السلام في رفع الدرجات كذلك هذه الشفاعات الثلاث موضع اتفاق بين علماء الكلام أما الرابعة الشفاعة المرتكب الكبيرة وهذه محل خلاف بين علماء الكلام هذا كله في الرد على الشفاعة الرابعة أرّف الحسنات ولما سميت بذلك الحسنات جمع حسنة وهي ما يمدح فاعلها شرعا وسميت حسنة لحسن وجه فاعلها ما المراد بالحسنة وما مثالها المراد بالحسنة المقبولة الأصلية التي عملها العبد أو ما في حكمها المثال لذلك إذا تصدق عن شخص آخر بصدقة ووهب له ثواب هذه الصدقة خرج بالمقبولة محترزات التعريف المردودة بنحو رياء فلا ثواب فيها أصلا خرج بالأصلية الحصلة بالتضعيف ولا تضاعف ثانية ما الحكم إذا هم بحسنة فلم يعملها أو عزم على معصية ثم تركها دلل على ما تقول إذا هم بحسنة فلم يعملها فإنها تكتب حسنة واحدة من غير مضاعفة وإذا عزم على معصية ثم تركها تكتب له حسنة وما المراد بالسيئة وما حكم تضعيفها لمن فعلها دلل على ما تقول المراد بالسيئة أيضا التي عملها العبد حقيقة كأن يكون سب شخصا أو عق والديه مثلا أو ما في حكمها كأن يكون ظلم أحدا في دنياه فيؤخذ من سيئات المظلوم وتطرح على الظالم وحديث المفلس تعرفونه جيدا وبيّن صلى الله عليه وسلم من المفلس فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما علي أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار كذلك أبناء وبناتي من فعل سيئة فإنها لا تضاعف بل تحسب عليه سيئة واحدة قال تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون أبناء وبناتي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فكأنهم لا يعرفون الإفلاس الحقيقي هم نظروا إلى الإفلاس المادي فبيّن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإفلاس الحقيقي ومن يأتي يوم القيامة وليس معه شيء وإن كان معه قبلها ليرد به المظالم إلى أهلها ذكرنا في هذه المراجعة تعريفا جيدا للحسنات والسيئات ومراتب التضعيف وكيفية التضعيف وأسباب تفاوت التضعيف وذكرنا بعض الأسئلة الأخرى على الدروس التي قد كمنا بشرحها نسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا لكم النجاح والتوفيق والفلاح وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل على وعد وأمل بلقاء يتجدد في حلقة أخرى قريبة قادمة نستودعكم الله سلام الله تعالى عليكم ورحمته تعالى وبركاته